مضار الدهون المشبعة لا تقف عند أمراض القلب وتصلب الشرايين فنتائج دراسة جديدة أجراها مركز فاندربلت الطبي في ولاية تانسي الأمريكية أثبتت أن النسبة المرتفعة من هذا النوع من الدهون الضارة في جسم الإنسان تزيد من خطر إصابته بسرطان الرئة الدراسة تشير إلى أن تناول الدهون السيئة يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تتجاوز الأربعة عشر في المئة الدهون المشبعة التي نصحت الدراسة بتجنبها توجد بتركيزات عالية في المنتجات الحيوانية وتنقسم مصادرها إلى الدار كمنتجات الألبان واللحوم الحمراء والزيوت بأنواعها والأكثر ضررا كجلد الدجاج واللحم الأبيض أو الدهن والزبدة لا تلغي هذه الدراسة الحديثة خطر التدخين وارتباطه الوثيق بالإصابة بسرطان الرئة ولكنها تلفت كذلك إلى أهمية الأنماط الغذائية والأطعمة والحميات للوقاية منه حنين الشولي العربية